كان وصول واحتفال كبير جداً في مطار القهرة البعثة وصلت نهاردة الساعة 10 الصبح بعد ما نجحوا بالفوز في البطولة رقم 11 في تاريخهم وكان فيه استقبال رسمي اللي بعثت الفريق طبعاً دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع كابتن محمود الخطيب مع أستاذ طريق أنديل مع طبعاً يعني كل عضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وهي بالمناسبة أنتوا عارفيني أنه بعثة منتخب مصر كان بتسافر نهاردة كابتن حسام غالي اللي كان بيترقص البعثة يعني أنا عارف أنه لقطة مش متعودين عليها كتير لكن لقطة بتحكي أو بتقول أو بتفهم أو بتوري حاجات كتير جداً من فلسفة الإدارة في النادي الأهلي لقطة وجود حسام غالي على الستيج في لحظة تتويج رغم وجود قامات كبيرة جداً نحن نتكلم على أسامي بحجم كابتن محمود الخطيب رئيس النادي سيد الوزير عمر فاروق نائب الرئيس خالد مرتجي عمين السندوق وأعضاء مجلس الدارة لكن بما أنه حسام غالي هو اللي بيترقص البعثة يبقى هو لبلغاتنا كده نقول من حقه ياخد اللقطة من حقه يكون موجود في مكانه كرئيس لبعثة النادي الأهلي وأنه يحضر مراسم التتويج مع المسؤولين عن الكرة الأفريقية سواء نادي الوداد رئيس نادي الوداد سيد سعيد ناصري طبعاً لاستضاف مباراة النهائي متسبي رئيس الاتحاد الأفريقي سيد جمال علام رئيس الاتحاد الكرة المصري وكابتن حسام غالي رئيس بحثة النادي الأهلي وعضو مجلس الدارته في المشهد اللقطة الحقيقة بتقول كتير والأهلي دايماً بيقدم دروس وأتمنى يعني أتمنى يعني بما أنه الأهلي دايماً بيرفع شعار نحن نعمل في صمت أنت بتكلم على نادي؟ إسا نادي بس عنده فرقة كرة قدم رايحة بطولة العالم كاس العالم الأندية عنده فرقة هانبول رايحة كاس عالم الأندية عنده فرقة باسكت رايحة كاس عالم الأندية نحن نعمل في صمت إمتى شفت أي مسؤول على أي مستوى ومش بس مجلس الإدارة أي مسؤول في النادي الأهلي بيطلع ينسب لنفسه الإنجاز أو بيطلع يتكلم على مجهوداته في تحقيق هذا الإنجاز وفضله على نادي ما حصلش دروس كتير جدا بتقدمها إدارة النادي الأهلي ودي واحدة من أهم أسباب نجاحه الرياضي يعني خد بالك القصة مش قصة مواهب وأسماء وقدرات فنية بس لا في منظومة كاملة في تروس كل واحد عارف حجم الصلاحيات الممنوحة ليه وحجم الدور المفترض أنه هو يعمله والأهداف المفترض أنه هو يحقيقها نتيجة ده هو النجاحات المتتالي أنا فخور وسعيد أنا فخور وسعيد بانتمائي حتى لو لديه دور صغير جدا لإسم وكيان وشعار النادي الأهلي أنا في ثلاث سنين ظهرت فيهم على شاشة كان ليه الشرف الظهور فيهم على شاشة النادي الأهلي شفت الأهلي بيتوج بعدد مهول من الألقاب ألقاب عالمية ألقاب وتتويجات عالمية إفريقية محلية حد سوال حرج مفيش سنة بتعدي علينا إلا أن الأهلي يكون محاق إنجازات على كل المستويات تلات سنين شفت فيهم حضور الأهلي في أربعة نهائي دوري أبطال في أقل من تلات سنين أنا أسف في أقل من تلات سنين شفت حضور الأهلي ومشاركته في تلاتة نهائي دوري الأبطال توج بتلاتة منهم والربعة كان الأحق والأقدر بس أنا ما بحبش أرجع للتاريخ ويمكن برح حتى في الستوديو التحليلي على قنوات بيين كلموا على فكرة أنه تصريحاته الشناوي ولما الشناوي قال بعد المباراة أنه إحنا كلاعيبين حسنا بظلم طبيعي جدا يقول كده وجمهير النادي الأهلي حست بظلم جديد جدا في النسخة الأخيرة مش فاهم يعني ما كنتش فاهم سبب الاعتراض على تصريحات الشناوي بأنه هو شعر بظلم وهل لو كانت المباراة قرر تم يعني إقرار أو تم تخص قرار بأنها ستقام من جولة واحدة في القاهرة في التوقيت ده هل فريق الوداد أو أي فريق تاني منافس كان وصل المباراة دي ما كانش هيشعر بالظلم قصة ملاحش علاقة بنادي الوداد على الإطلاق وإحنا أكدنا على ده مرارا متكرارا خلينا نتكلم مع حضراتكم على فرحتنا وعلى مطش مبارح أنا بس الكلام خدني لكن في النهاية عايز أقول لك أنه الأهلي لا يعنيه تماما أي منافس الأهلي مش باصص غير في كراسته الأهلي مش شايف غير نفسه الأهلي ما بينفس غير نفسه وبالتالي في دايما قدرة وفي دايما حافظ واللعيبة اللي فازت بالحضاشر النهاردة بتفكر هتعمل إيه في كاس العالم اللي جاي وبتفكر في إزاي تقدر تحقق البطولة اللي اتناشر وده سر من عبقرية الإنجاز في النادي الأهلي طبعا عدد كبير زي ما قلت لكم من كبار العالم كانوا حرصين على تهنئة النادي الأهلي بعد التتويق بدوري أبطال أفريقيا وهستعرض مع حضراتكم جزء من التهاني دي على طبعا منصات السوشيال